عمد إلى أين أنت ذاهب؟ كنت متعب قليلا خيرا بإذن الله لكني أود أن أخبرك بعمل والله ما بيني وبين الإمام إلا ود موصول حتى وإن اختلفنا في الرأي سأمت من الفرقة والاختلاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم يجلس البعيتي ومكانه ويأخذ حرملة لأمر مهم ويكرأ على الربيع كتبه وأنا أنت أنت تعود الآن إلى حلقة ابن إدريس تتلطى علمه وتنفع به الناس بإذن الله والله يا ابني لا أطمئن لعلمك إلا في حلقته لم نركم في حلقة علوم الإمام مالك منذ فترة فقد فاتكم الكثير نقصد حلقة الإمام محمد بن إدريس محمد بن إدريس يا رجل لا يقول في حلقته إلا ما كتبه في بغداد وفي أكثره يخالف إمامنا الإمام مالك قد بات يخالفنا في كل صغيرة وكبيرة وما شأنكم أنتم ما شأنكم في أي حلقة يجلس الطلاب صرت جميعكم فقهاء تتكلمون عن الإمام مالك وعن الإمام محمد بن إدريس هكذا ألاسهم تطلبون علوم الديني وأصف العلم الصحيح أم تريدون المحدثات والبدعة بلى نريد العلم الصحيح ونعوذ بالله من خبائث المحدثات والبدعة خذوا العلم من منبعه واجمعوا الصحيح منه في حلقة الإمام مالك فليس الفقيه الشافعي إلا أحد تلاميذ مالك ومؤخراً بدأ يجاهر بخلاف أستاذه هذا هو يا عقيل لا ينكر قاص أو دان أنه مكان للشافعي أن يصبح فقيها لولا الإمام مالك رحمه الله وسبتنا على منهجه وراحنا من الفقيه بن إدريس وبدع أصبت نستم أكثر من غوين تتجرؤون وتتكلمون عن العلماء لابد من أن تتعدموا ولأنتم من يستحقوا التهديم تأنتم من ساعد الشافعية على تفريق الجماعة وهل هذا الذي تفعلونه في الجامع هو ما يساعد على لمش أمن الجماعة كنا على أمر واحد حتى جئتنا وألقيت الشر بيننا وأن تتوحدوا الجماعة عندما تتجرؤوا على الإمام مالك وتخطروا أمام الناس وفعا هذا يا عقيل تباكم جميعا هل نسيتم أين أنتم؟ في المسجد وتتشاجرون؟ عودوا لحلقاتكم وتابعوا دروسكم يوسف اشترك في البقاط الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية